عوانهم زيهم زي هما بيعملوا ايه في البرلمان عناصر النهضة في البرلمان بصوا حتى بيمنعوا النواب انهم يتكلموا بصوا بيعملوا عايزة تصور بصوا وقفالها ازاي بيفكرون اللي كان بيحصل في البرلمان ايام الاخوان هنا بصوا بتاعت الاخوان بتاعت الاخوان تونس بتعمل ايه بتاعت النهضة في البرلمان ينهر بيض بصوا المشاهد والمناظر حضرتك فاكر مشاهد بتاعت الاخوان لما كانوا ايامه السودة في مصر كانوا بيعملوا كده فاكرين لما كانوا بيضربوا النواب ويشتموا النواب في المجلس ويضربوا ناس واعتداءات عليهم حصل في برلمان تونس هو قدامك نائبات زيهم زي اسمها ايه عزة من دي ولا اسمها ايه ام ايمن دي انها صورة منها بالضبط هي نفس المشهد بالضبط اللي كان بيحصل في مصر حصل في برلمان تونس قدامك نفس المشاهد سبحان الله والتكن ربما البداية شعب التونسي كده لما بيشوفوا ده ايه اللي بيحصل نائب البرلمان امبارح يعتادوا عليه ودخل معنا ايمن امبارح يعتادوا عليه ضربوه مجرد بيقول رأيه داخل البرلمان جابوله ميليشيات عشان تعتدي عليهم على حزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى وكانت عاملة مطابرة صحة في النهاردة ولكن هذا حدث في البرلمان التونسي وقت بالمناسبة كانت جلسة شغالة والناس بيعبروا على رأيهم بيقولوا لا للارهاب في البرلمان لانه بتوع النهضة او الولد اللي اسمه سيف الدين مخلوف جاب وحكيت لكم على الحكاية دي من كم يوم جاب قيادة داعش ارهابي دخلوا البرلمان فقال لك ازاي يدخل البرلمان ارهابي داعشي وقعدوا يهتفوا لا للارهاب في البرلمان وكانوا في اللقطات دي بيهتفوا فبتوع النهضة وبتوع الغنوشي عايزين يمنعوا الناس يهتفوا يمنعوهم يصوروا او يهتفوا عشان كده الغنوشي مبارح قال لك ايه دول يستحقوا الموت اللي هو على الهوى كده على الهوى يستحقوا الموت القتل يعني يقتلوهم هو حق سيد قض حسن البنة وسيد والنقراشي قال لك ايه على النقراشي باشا قال لك يستهل يتقتل يستحق القتل فراحوا عملوا ايه استنوه واغتلوه مش كده فاكرين الموضوع ولا لأ نفس اللي قالوا التكليف ما هو التكليف قال الإخواني الخزندار في حلوان لما طلعوا القاضي ما عملوا كده عشان حكم في قضاء فالك نقتلوه قتلوه كل العملات الإرهابية اللي حصلت في مصر ما هي كده بيبقى تكليف شهيدة شامبر ركات عمله هنقتلوه اغتلوه وغيره غيره كتير لو ععدنا نسمي يعني قال الإخواني انتظر التكليف قلتهى وافضل أقولها وخدوها مسجلة على الثاني بدل المرة مليون الإخواني ينتظر التكليف في أي وقت في لحظة يجيلوا التكليف هيقتلك حتى لو كان قاعد في مكتبك قاعد جنبك في المكتب أو بيصب عليك للونهار يجيلوا التكليف هيقتل فلان هيقتل فلان هيقتل علان هيقتل علان زي ما الغنوشي قده تكليف بالمناسبة اللي عمل الغنوشي مبارح هو تكليف للميليشيا الإخوان تغتال وهتغتال وهتعمل إرهاب وهتعمل عمليات لأنه هو إدى التكليف خلاص اللي هو بنسبة لهم الأمير الأمير قال الكلمة التكليف قال خواعد تقوم بتنفيذ التكليف ونفذوا أول تكليف الميليشيا دخلت اقتحمت البرلمان اعتدت على النواب المعتصمين في البرلمان في أول سابقة في تاريخ ربما تونس لو أنا متذكر يعني ولكن هذا هو هذه هي جماعة الإخوان وشغلها الإخوان لا تعترف بأي شيء إلا بها هي وعندما يتحدث الغنوشي يتحدث عن حكم حكم هم عايزين الحكم بالمناسبة الإخوان هنا عايزين أيوة هو في أي مكان بيسعى للحكم بيسعى للسلطة يعمل فوضى تهديد بفوضى يعني أنت مبارح بتكلم لو أنا ما جيتش في الحكومة مش هيبقى فيه استقرار في تونس ماذا يعني هذا الأمر يعني أنه يعمل فوضى في تونس اللي تكلم عليها الرئيس قيس سعيد النهاردة أنهم عايزين يدخلوا تونس لفوضى وبالتالي قال لك القوات المسلحة والشرطة هتفشل كل هذه المحاولات اللي بيخططوا ليه ومش هنسيب تونس تكون مرتع للإرهاب قال لك لن نسمح بذلك لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين هو من الإرهابيين اللي هم الغنوشي وحزب النهضة وكرامة اللي موجودين معهم بتوع سيف الدين مخلوف دول الإرهابيين ده الواد سيف الدين مخلوف مبارح بيشتم الرئيس التونسي الرئيس قيس سعيد بيهددهم بارح في البرلمان في البرلمان بيهدد رئيس الجمهورية حضراتكم متخيلين يعني هم بيحاولوا يعني يستقوا على الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية الميليشيات بتاعة الإخوان بتاعة النهضة استقواء لأنه ما جنبه الميليشيات بتاعة أردوغان والسراش وحبيبهم جنبهم ولكن مهم أن الرئيس قيس سعيد اليوم يتحدث ويكشف ويفضح العملاء من الغنوشي وأمثال الغنوشي في تونس الكشف مهم قالك القانون ولا بد من قالك كده نتمسك بالقانون وأن يطبق على الجميع بالمساواة ما فيش حد فوق القانون قالك بما فيهم حتى الرئيس الجمهورية قالك الناس بيتتأمر على تونس ليس لهم مكان بيننا عايزين بقى تونس تكون حرة مستقلة فيش حد هيبقى فوق القانون حتى الرئيس الجمهورية قالك ازاي فيه عملاء بيتأمروا على تونس عملاء بيتأمروا على تونس رئيس تونس النهاردة بقول لحالكم بيتكلم بهذه القوة اليوم عشان اللي بيحصل في تونس من الغنوشي والتنظيمات وأمثال الغنوشي و هادي اهي اللي بتتكلق اهو ما أنا بقول لكم دول أزناب الجواسيس اللي موجودين عن مدال القطيع بتحهم اهي في البرلمان وهم الشارة الماسونية بتاعة العصابة الإرهابية ما أنا بقول لحضراتكم هم أينما كانوا حاجة واحدة حاجة واحدة اشتغلوا فقط لحساب التنظيم طب انت مالك انت في تونس مالك بمصر مالك ولكن لا مالها ايه ده تنظيم ده شغل التنظيم كده تكليف مش قلت لحضراتكم قبل كده كانوا منزلوا مظاهرات ضدنا ضد سورتنا ودعم للخوانا الإخوان ولكن تاني تونس ان شاء الله ربنا بإذن الله تعالى النهاردة انه كمان عبير موسى النهاردة كانت عاملة مؤتمر صحفي للإجراءات اللي تمت ومسألة تجديد سحب السقة من راشد الغنوشي كان المفترض النهاردة يكون جلسة لهاية المكتب لتحديد جلسة سحب السقة من الغنوشي ولكن تم تأجيلها كما ذكرت عبير موسى النهاردة في المؤتمر الصحفي وعرضت فيديوهات لحظة اقتحام ميليشيات النهضة وهي بتعتدي على المعتصمين من النواب وحزب الحزب الدستوري الحر عرضت فيديوهات في المؤتمر الصحفي اللي قدام حضراتكم وكان هذا المؤتمر اللي بص على الهواء مباشرة وهي تتحدث عن ما جرى داخل البرلمان وقالت لأول مرة نجد هذا الهجوم الميليشيات اللي اعتدت وحصانة البرلمان وقالت استباحة البرلمان من ميليشيات اعتدت علينا وعلى المعتصمين داخل مجلس النواب رغم الناس دي معتصمة لانها بتدافع عن الشعب التونسي كما تحدثت وقالت ان احنا اعتصمنا عشان لازم وقفة ضد راشد الغنوشي وقالت ان الغنوشي خطر على الامن القومي التونسي ولابد من وقفة ووجوده على رأس البرلمان خطر على الامن القومي التونسي وبالتالي سحب الثقة لابد ان تتم سحب الثقة من راشد الغنوش وعرضت العديد من الفيديوهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة